اهلا وسهلا بكم في قناة كلاود كود. النهاردة اشرح لكم يعني ايه نتورك? نتورك بمنتهى البساطة هي مجموعة من الاجهزة. الديبايسز دي ممكن تبقى لابتوب ممكن يبقى موبايل ممكن يبقى سيرفر ممكن يبقى حاجات كتير تانية. بتستخدم ميديا معينة بتستخدم زي بنية تحتية معينة او وسيلة معينة الوسيلة دي ممكن تبقى بلوتوز ممكن تبقى واي فاي ممكن يبقى سويتش راوترات كابل يعني في اكتر من وسيلة وهناعرفهم برضو قدام ليه بقى كل الديبايسز دي واصلة بوسيلة معينة علشان تالت حاجة عشان تقدم خدمة معينة الخدمة دي ممكن تبقى نقل ملفات ممكن تبقى ممكن يبقى حاجات كتير تانية طيب يعني باختصار هنا لو عندنا اللابتوب دوت وعندنا السيرفر ده السيرفر ده اللابتوب ده علشان يقدر يوصل للسيرفر ده محتاج وسيلة الوسيلة دي ممكن تبقى كابل ممكن يبقى كونكتيفتي سرو سويتش ممكن تبقى كونكتيفتي سرو واي فاي يعني فيه طرق كتير جدا طيب كون الجماعة بتوع النتورك قالولنا فيه حاجة اسمه الوسي موديل الوسي موديل ده هيعرف مجموعة من الليرز كل لير بتعمل وظيفة معينة عشان تقدر تخلي اللابتوب ده يستخدم سيرفز معينة على السيرفر ده ولتكن هي سيرفز البراوزنج طيب ايه اللي هيحصل اول من انت هتكتب www.facebook.com على البراوزر هتجتي تشغل اول لير اللي هي لير سبعة هتقول ايه هتجهز طلب ببروتوكول معين ويعني ايه بروتوكول في الحالة ديت بروتوكول ده هي لغة بتستخدمها حضرتك او السندر والريسيفر عشان يقدر ان هما يتواصلوا مع بعض ويفهموا بعض في نفس اللير فالبروتوكول اللي هنستخدمه هنا في اللير دي هيبقى في حالتنا http الhypertext transfer protocol ده البروتوكول المسؤول عن البراوزنج فتخيل كده ان انت اول من انت هتكتب www.facebook.com هيبقى فيه بروتوكول في اللير سبع هيشتغل اسمه الهتش تي بي ولازم يكون طبعا شغال الناحية التانية عند فيسبوك هيخلي السندر والريسيفر او اللابتوب والسيرفر يفهموا بعض ويقدر اللابتوب دي يطلب من الفيسبوك صفحة معينة على الفيسبوك بعد كده بعد ما الهتش تي بي هيجهز الطلب ده هيبعت الكلام ده للليير اللي بعدها انا مش عايزك تعرف ايه حاجة عن اللير سيكس وليير فايف عايزك تعرف ايه هي اللير فور والليير سبين والليير فور والليير ثري والليير تو هما دول اللير المهمة بالنسبة لي طيب بعد ما الابليكيشن لير جهزت البروتوكول الخاص بي على الهتش تي بي وجهزت طلب تقول انا عايز اعمل براوزنج هتبعت الداتا ديت تبعتها للليير اللي بعدها اللي هي لير فور اللير فور هتعمل ايه هتاخد الداتا ديت كده وتقادع عليها هيدر الماثود دي اسمها انكابسوليشن يعني انكابسوليشن ان انت كل لير بتاد هيدر معينة وتبعتها بعد كده للليير اللي بعدها طيب في الحالة بتاعتنا الترانسپورت لير هتشغل بروتوكول برضو معين ولازم البروتوكول ده يكون شغال الناحية التانية برضو عند السيرفر ففي الحالة بتاعتنا ممكن يبقى تي سي بي وهنعرف برضو في السلايد الجاي يعني اي تي سي بي هي قادة تي سي بي ده شوية هيدرز على الداتا اللي جايله من الابليكيشن لير وبعد كده يبعتها للليير اللي بعدها اللي هي نيتورك لير هيكي هنا نيتورك لير هيشغل برضو البروتوكول هو كمان اسمه اي بي فيرجن فور وده اكزامبل للبروتوكول الواحد في بروتوكول كتيرة هيعمل ايه هياخد السيجمان ديت ويقاد عليها برضو هيدر وده الطريقة دي احنا قلنا اسمها انكابسوليشن الهيدر دوت هيبقى هيدر اتعماله قاد بالبروتوكول بتاع الاي بي فيرجن فور هيحط فيه شوية معلومات وبعد كده يبعتها لي اللير اللي بعدها اللي هي اللير 2 اللير 2 هيبقى عندها تكنولوجي ممكن تبقى التكنولوجي دي هي اي ثر نت وهنعرف برضو قدام يعني اي ثر نت وبعد كده الهيدر نت ده هياخد الباكت ديت سايم هي ويقاد عليها الهيدر اللي هي شوية المعلومات بتاعة التيكنولوجي الاي تر نت وبعد كده يبعتها على الفيزيكال في اتجاه السيرفر السيرفر هيعمل ايه هيعمل العكس الكلام ده كله هيبتدي يفك الفريم يفك الهيدر ده وبعد كده يفتح والباكت يفك الهيدر ده وبعد كده يفتح الـ assistir يفك الهيدر ده لحد ما يوصل للطلب اللي هو الهطب الهاتش ت mint the request اللي هو الطلب اللي جايتي من اللابتوب انا هو وعايز اتصفح صفحة ميانة على الفيزيو اول layer هنتكلم عنها بالاستفادة هي layer 7 الapplication layer وزي ما قلنا فيه protocol يزيب تشغل في الapplication الدنيا او الapplication layer دي اهم protocol فيها هو الhypertext transfer protocol وفايل transfer protocol وفيه protocol اخرى طيب الprotocol الاولاني ده اللي هو http ده مسؤول عن ال browsing والprotocol التاني ده مسؤول عن النقل الملفات طيب يعني ايه الاول بروتوكول زي ما قلنا في السايد اللي فاتتها هو language او method of communicating between client والserver او sender والreceiver عشان نقدر نقدم خدمة معينة يعني ايه تاني؟ يعني هي لغة اللي اتنين دول هيفهموها تخيل كده ان هم انت واحد بتتكلم الماني واحد بتتكلم عربي هل هينفع يفهموا بعض لازم يام انتو الاتنين تتكلموا الماني او انتو الاتنين تتكلموا عربي فهو ده اللي بيحصل بالزبط هي لغة في الكمبيوتر بتخلي الراسل والمرسل اليه يقدر يفهموا ويكلموا بعض في لير معينة فكل لير لازم يبقى فيها بروتوكول معين احنا قلنا في الابليكيشن لير لو اللابتوب ده عايزة تصفح صفحة على الويكيبيديا يبقى لازم نشغل بروتوكول اسمه ال http عند الناحيتين طيب ايه هيحصل بالزبط اللابتوب ده هيبعت رسالة بال http ليه الويكيبيديا يقوله انا عايزة تصفح الصفحة الفلانية فالويكيبيديا هيجي يقوم راضد عليه يقوله تمام خد الصفحة ادي الصفحة هيه او هيجي يقوله لأ ده انا عندي مشكلة في السيرفر transport layer دي هي layer 4 فيها توبروتوكول TCP والUDP ايه TCP؟ TCP دي protocol وبيعمل حاجة اسمه error correction بينما الUDP ده بروتوكول تاني في layer 4 أسرع أو سريع ما بيعملش error connection وممكن يعتبر مش ريلايبل بس هو سريع اهم الابليكيشنز اللي بتشتغل مع الUDP الفويس والفيديو واهم الابليكيشنز اللي بتشتغل مع TCP الHTTP اللي هو البروزنج والFTP ده معنى ايه؟ ان اي براوزنج بيشتغل مع الTCP اي FTP هيشتغل مع الTCP الفويس والفيديو دايما بيشتغلوا مع الUDP طيب الTransport layer دي بتعمل بتعمل تلات حاجات مهمة جدا بتعمل حاجة اسمها segmentation بتعمل حاجة اسمها sequencing بتعمل حاجة اسمها addressing معنى الكلام ده ايه بالزبط تخيل كده ان انت عندك لابتوب وعندك سيرفر جوجل لو تفتكر من السايد اللي فاتت قلنا ان انت عشان تقدر تعمل براوزنج على جوجل هتفتح جوجل كروم او اي انترنت براوزر هتكتب www.google.com هيحصل ايه؟ اول ما هتعمل كده الHTTP بروتوكول هيشتغل ما بين السيرفرين ويقدر ان هو يخلي الاتنين يتكلموا مع بعض بلغة مفهومة لغة موحدة لها الHTTP ساعتها اللابتوب هيبعت في الApplication layer يقول لجوجل انا عايز بالHTTP عايز الصفحة الفلانية فجوجل يرد عليه ويقول لصفحة الفلانية هي طيب، الريكوست ده اللي هو تبعت تمام؟ من اللابتوب لجوجل عشان يقول لنا عايز الصفحة الفلانية في الApplication layer الريكوست ده سينزل من الquer 7 للير 4 ولما ينزل من الير 7 للير 4 هيحصل فيه الاتي. الير 4 هتقسمو لكذا لكذا جزء هتقسم الكلام ده ده كده معنى كلمة السيجمانتينج بعد كاء السيكوانسينج سيكوانسينج هتدي هترقم الكلام ده بحيس ان انت تبقى عارف كل سيجمانت رقمها كم تفتكر احنا هنا قلنا الارور كوريكشن لا الارور كوريكشن هنا معناه ان انت لما هتجي تابعة التلاتة سيجمانت دي تخيل كده ان دي وقعت في النتورك لاي سبب هيجي بعد كده جوجل يقول له خلي بالك رقم اتنين دي وقعت ده في التيسي بي تمام وثالت حاجة حاجة اسمها السورس او البرت ادرسينج ده ان انت كل سيجمانت من السيجمانت دي بتديه حاجة اسمها سورس بورت وديستينيشن بورت طيب السورس بورت دي بتبقى دايما واحدة من الرينج ده من 1024 ل65 الف والديستينيشن بورت دايما بتبقى متحددة حسب البرتوكول اللي انت شغل به فالهتش تي تي بي دايما بيبقى بورت 80 ودايما الوالنون بورت اللي هي زي الهتش تي بي او الاف تي بي بتبقى من الرينج ده فهنقول هنا مثلا السورس بورت هيبقى 1025 والديستينيشن بورت بورت 80 دي كده unique pair session ماشي ودا بيتحط كهيدر على كل سيجمانت على كل سيجمانت هيتحط الهيتر ده لما يتحط على السيجمانت البروسيس دي بتبقى اسمها encapsulation طيب ده معنى ايه؟ معنى ان انت كده بقى عندك session مفتوحة ما بين اللابتوب و جوجل اللابتوب عايز يستفسر او عايز يدور على حاجة على جوجل السيشن هيبقى لها بورت سورس بورت 1025 والديستيشن بورت 80 تخيل ان انت فتحت تابة تانية على البراوزر التابة دي هتبقى session تانية بورت تانية خالص هتلاقي ساعتها ان السورس بورت برغم ان نفس اللابتوب و نفس السيرفر و كل حاجة بس السورس بورت عشان دي session تانية ممكن تبقى 1026 يبقى اي حاجة هتيجي على بورت 1026 هتتبعت من بورت 1026 دي ليه علاقة بالتابة التانية بينما الـ 1025 دي ليه علاقة بالتابة الاولى او session اولى طيب اللي جاي ده tcp بس هو اللي بيعمله بيعمل حاجة اسمها session establishment من خلال 3-way handshaking وده هنعرف في الاستعادة الجاية بيعمل حاجة اسمها session management error correction و detection ده اللي احنا كنا لسه بنقوله ان لو فيه باكت وقعت يقدر جوجل يقول خلي بالك الباكت دي وقعت بيعمل حاجة اسمها window sizing او flow control وهنعرف الكلام ده في الاستعادة الجاية ولما الـ htp خلص الـ request بتاعه الـ tcp يبتديه في الـ session دي عن طريق حاجة اسمها 4-way handshaking وبرضه هنشوفه في الاستعادة الجاية احنا قلنا في الاستعادة اللي فاتت ان الـ tcp protocol هو protocol reliable اكتر ليه هو protocol reliable اكتر عشان بيقدر يعمل الـ AT بيعمل حاجة اسمها session establishment عن طريق 3-way handshaking يعني ايه بيقدر يفتح الـ session ما بين السندر والـ receiver من خلال حاجة اسمها 3-way handshaking 3-way handshaking دي من اسمها 3-way يعني فيها 3 رسائر الرسالة الاولى بتتبعت من السندر اسمها sin message الرسالة التانية بتتبعت من الـ receiver اللي هو سر الـ wikipedia هنا في حالتنا اسمها sin وحاجة اسمها hack وبعد كده اللابتوب بيرد بحاجة اسمها hack يعني ايه الكلام ده باختصار اللابتوب ده عشان يفتح session مع سيرفر دوت بيبعط له حاجة اسمها sin message انا بـ align معاك synchronization يعني sin دي جاي من synchronization تمام؟ بيقوله ايه؟ بيقوله انا هبعطلك http مثلا خلينا نقول ان http هو البروتوكول اللي كانشغل في layer 7 ونازل لحد layer 4 هبعطلك http traffic محتوط في segments تمام؟ السيجمنز دي كلها جاية من source port 1025 رايح الـ destination port 80 وقلنا destination port هي بورت بتبقى سابتة دايما حسب البروتوكول اللي في layer 7 ففي حالتنا احنا عندنا قلنا http اللي هو البروتوكول اللي في layer 7 فهتبقى destination port 80 وهيقوله حاجة اسمها ويندو سايز ويندو سايز في حالتنا هنا بيقوله انا مثلا الويندو سايز بتاع 2 يعني ايه ويندو سايز 2؟ يعني بيقوله انا اقدر استحمل ان انت تبعتلي 2 segments مع بعض اقدر ان انا استقبلهم من غير مشاكل تمام كده؟ بعد كده السيرفر ده هيرد يقوله sin هو كمان انا بسينكرونيز معاك السورس بورت بتاعتي اللي هي هتبقى 80 عكس بقى destination port هنا هيبقى السورس بورت هنا 80 ال destination port انا هبعتلك الحاجة على destination port 1025 اللي هي السورس بورت هنا والويندو سايز بتاعنا كمان اتنين يعني اقدر ان انا استقبل 2 segments ورا بعض وبيبعت له حاجة اسمها acknowledge يعني بيقوله انا بأكنوليج ان انا وصلي المسج بتاعتك اللي فاتت الاكنوليج دي رد على المسج اللي فاتت بيقوله ان انا استقبلت المسج بتاعتك بعد كده اللابتوب دوت بعد ما استقبل الرسالة دي من السيرفر بيرد يقوله اكنوليج يعني بيقوله انا كمان استقبلت الرسالة دي منك تمام؟ ده كده ثريوي هانشيكين كده السيشن اتفتحت ما بين اللابتوب وويكيبيديا بعد كده خلينا نقول اللابتوب نزله طلب من الHP ان هو عايز يتصفح صفحة مويانة على الويكيبيديا هيبتدي يقسمها زي ما قلنا المرة اللي فاتت الطلب ده لـ segments خلينا نقول في الحالة ديات واحد واثنين وثلاثة عنده ثلاثة segments بيرقمهم وهيبعتهم للويكيبيديا تمام؟ في حالاتنا هنا الويكيبيديا قال له ايه قال له انا الويندو سايز بتاع 2 يعني ايه انا اقدر استقبل منك 2 segments في نفس الوقت فهنا هيروح اللابتوب باعت 2 segments دوله ورا بعض لـ السيرفر تمام كده على ايه؟ على destination port 80 السيرفر هيروح عامل ايه؟ رح رايح رايح قايله acknowledge يعني انا اوصل لي الرسالة بتاعتك ومستني منك الرسالة رقم 3 او المسج رقم 3 تمام؟ فهيروح جاي هنا باعت اللابتوب segment رقم 3 يبقى كده الراجل ده عنده الثلاثة segments اللي هي واحد واثنين وثلاثة اللي هو لما يجي جمعهم هما الثلاثة هيلاقي فيها انا عايزة تصفح الويكيبيديا على صفحة مثلا ايا كان ابو هاشيما او ايا كان مين الصفحة لو عايزة تصفحها تمام؟ يبقى كده احنا شوفنا ازاي بنافتح session ب3 way handshaking بعد كده ازاي المسجات بتتبعت خلوق بعد ما اتبعت الرسالة ديت المفروض ان الويكيبيديا هيعمل نفس اللي حصل هنا في الرسالة ديت هيبعث له هو command segments يرد عليه بصفحة ابو هاشيما تمام؟ وهيبعثها بنفس الطريقة يعني لو الويندو سايز 2 هيبعث له 2 segments يستنى اللابتوب يرد عليه بacknowledge 3 يقول له انا مستنى segment 3 يبعث له segment 3 يبقى كده اللابتوب وصل له صفحة ابو هاشيما اللابتوب بقى خلاص بعد ما وصل له صفحة الابتوب بعد ما وصل له انا اسف صفحة ابو هاشيما عايز يقفل السيشن فبيعمل حاجة اسمها 4 way hand shaking يعني 4 way hand shaking بيقفل السيشن دي فبيبعث له حاجة اسمها finish انا خلصت فالويكيبيديا هيقول له اك انا وصل له الفينيش بتاعتك وبعد كده الويكيبيديا بيبعث له يقول له finish انا كمان فاللابتوب يقول له اك يبقى كده السيشن دي خلصت واللابتوب ده قدر يتصفح صفحة ابو هاشيما على الويكيبيديا طيب احنا قلنا في الاستعادة اللي فاتت ان لو فيه لابتوب عايزة تصفح صفحة على ويكيبيديا هيعمل ايه هيشغل بروتوكول اسمه الHTP بروتوكول ده بيشتغل اول ما انت بتفتح البراوزر وتكتب www.wikipedia.com الHTP بروتوكول ده في اللير 7 هيبعت طلب يقول في انا عايزة تصفح الصفحة بتاعة ابو هاشيما على ويكيبيديا تمام ويروح باعت الطلب ده لللاير اللي بعديه اللي هي layer 4 تمام layer 4 هيشتغل فيها بروتوكول اسمه الTCP تمام ووظفته ان هو هيقطع الطلب ده لاجزاء ويديها ارقام ويفتح ساشن ما بينه وما بين الويكيبيديا يتأكد ان فيه الويكيبيديا موجود وايه كدرته الاستعبية ان هو يقدر يستحمل كام سيجمنت وارا بعض وشرحنا الكلام ده في الساشن او في السلايد اللي فاتت تمام بعد الكلام ده ده كده اسمه السيجمنت تنزل بقى على layer 3 layer 3 دي اللي هي network layer الnetwork layer هتعمل ايه؟ بتاخد السيجمنت دي كده زي ما هي وتحط عليه هيدر تاني ماشي الهيدر ده هيبقى فيه السورسة IP والديستيناشن IP السورسة IP والديستيناشن IP السورسة IP هيبقى ال IP بتاع اللابتوب والديستيناشن IP هيبقى ال IP بتاع ويكيبيديا تمام كده؟ يبقى الnetwork layer وظيفتها ايه؟ is used for end-to-end delivery of the packet through different networks يعني ايه الكلام ده؟ يعني وظيفتها ان هي بتدي للسيجمنت دي أدريس اللي هو السورسة IP والديستيناشن IP ال IP ده يعني او رقم unique مفيش حد تاني في الشبكة عنده نفس الرقم ده غيرك تمام؟ فاللابتوب ده هيبقى 10-002 في حالتنا والويكيبيديا 20-002 تمام؟ فمفيش حد تاني يبقى عنده 20-002 غير ويكيبيديا تمام كده؟ فانت هتروح عامل ايه؟ السيجمنت دي اللي هي نازلة من layer 4 لما تنزل ل layer 3 layer 3 هتحط هنا 10-002 20-002 2 as a source IP y 20-002 as a destination IP ده من خلال حاجة اسمها Routed Protocols ما هو Routed Protocols دي؟ ووظيفتها أنها تؤدي هذه الاترسة أشهر اتنين فيهم IPV4 والIPV6 الفورمات ده بتاع IPV4 ممكن في وقت تانى في ساون تاني شرح لكم IPV4 بالزبط وIPV6 تمام؟ بس مجازا عشان الوقت دلوقتي مش قدر اشرح لكم كل التفاصيل دي بعد كده بعد ما layer 3, edit source IP و destination IP بتبعت بقى داية لlayer 2 بس خلينا مجازا كده نتخيل ان ما فيش layer 2 في الحالة بتاعتنا فالمفروض ان ال packet دي ماشي دي كده بيبقى اسمها packet هتتبعت لي الراوتر, الراوتر ده وظيفته ايه الراوتر ده وظيفته ان هو يوصل شبكات مختلفة ببعض فاحنا عندنا هنا في شبكة كانت اسمها عشرة وهنا شبكة بتبتدي بعشرين زي ما انتوا شايفين كده دي شبكة بتبتدي بعشرين وده الشبكة اللي بتبتدي بعشرة تمام كده, الراوتر وظيفته ايه ان هو يوصل شبكة عشرة بشبكة عشرين بيعمل الكلام ده ازاي من خلال حاجة اسمها routing protocol مش routed, routed protocol ده البروتوكول اللي بيدي ال addresses لكن routing protocol وظيفته ان هو يبني حاجة اسمها routing table ال routing table ده وظيفته ان هو بيعرف الراوتر لما يجي لك حضرتك packet فيها رقم عشرين تطلحها من any port او any interface فخلينا نشوف هنا مثلاً ال routing table في الحالة بتاعتنا دي ماشي موجود في ان شبكة عشرة على بورت واحد وشبكة عشرين على بورت اتنين انا اسف فاول ما ال packet دي هتوصل هنا على الراوتر ده الراوتر ده هيبص على destination ip هيلاقيه عشرين سفر سفر اتنين يقارنه بال routing table يلاقي ان ال routing table بيقوله ان اي حاجة تبتدي بعشرين حضرتك طلحها من على بورت اتنين فهيبعتها هنا للسرفر ده منتغل بساطة في بروتوكولز مشهورة بتستخدم ان هي تبني ال routing table ده منها حاجة اسمها ال ospf وحاجة اسمها ال bgp دول اكتر اتنين بروتوكولز معروفين وفي حاجة اسمها ال static ممكن برضو نعرفه بعدين ده كده باختصار ال layer 3 network بتعمل ايه بتاخد ال segment من ال transport layer اللي هي مترقامة تمام وتديها source ip و destination ip وبعد كده تبعتها لل layer 2 تمام هنعرف ان الفرن ما بين layer 2 و layer 3 دلوقتي مش واضح بس هيبان في الاستنايد الجاية فامشوا معي بس واحدة واحدة وهيبان معك في الاستنايد الجاية الفرن ما بين layer 2 و layer 3 ايه layer 2 وظيفتها ايه وظيفتها ان هي تقدر توصل اجهزة في نفس الشبكة تمام اشهر جهاز بيشتغل في layer دي هو حاجة اسمها switch فده كده ده كده رمز switch تمام وده اشهر جهاز بيشتغل في layer 2 ايه اللي هيحصل بعد ما قلنا ال HTTP بعد ال traffic او ال data لل TCP TCP رقمها وبعتها لل IP او layer 3 عشان يدي source ip و destination ip بعد كده ده كده بيبقى اسمه packet بتنزل بقى اللي هي فيها source ip و destination ip بتنزل لي layer اللي بعد ايه layer 2 تاخد حاجة اسمها layer 2 address layer 2 address دوت عبارة عن physical address تمام layer 2 address اشهر ادرس فيه هو الماك ادرس هو ده اللي انا عايزك تعرفه مش عايزك تعرف حاجة تانية دلوقتي ده اشهر ادرس فيه هو الماك ادرس ده هو physical address محفور على كل جهاز يعني الموبايل عنده ماك ادرس اللابتوب عنده ماك ادرس خاص بيه ما بيتكرراش في ايه حتة تانية والسيرفرات عندها ماك ادرس خاص بيه تمام كده فايه اللي هيحصل هنا بعد ما ما الباكت اخدت source ip و destination ip بتاخد حاجة اسمها source mac ماك و destination mac في الحالة بتاعتنا هنا source mac ده هيبقى ايه اللي هو بتاع اللابتوب و destination mac b تمام كده ال packet او كده دي اسمها الفريم وكده احنا جاهزين ان احنا نبعث الفريم ده على ال network فيتبعت على ال network بيتبعت على switch switch بيعمل ايه بيبع عنده حاجة اسمها الماك تابل الماك تابل ده بيقوله ان الماك الفلاني على اني بورت ففي الحالة بتاعتنا الماك ايه على بورت واحد وماك بي على بورت اتنين فهو هيبص هيلاقي او destination mac b تمام انا اقدر ان انا ابعتها على ال بورت داية فتقدر توصل للسيرفر تمام فباختصار الماك ادرس هو layer 2 ادرس هو physical ادرس تمام والماك تابل دوت السويتش بيستخدمه عشان يقدر ان هو يفارورد الترافيك بيزد على ال destination mac address دي صورة مبسطة لأي شبكة في الدنيا عندك لابتوب اللي هو زي ما قلنا السندر عندك ويكيبيديا الريسيفر عندك جهاز في layer 3 اسمه الروتر عايز يوصل الشبكة بتاعت اللابتوب بشبكة الويكيبيديا وعندك switch وظيفته اين هو يوصل اللابتوب بالروتر تمام طيب كل الهاري اللي فات دوت عشان اقدر اشرح لك السلايز دي فانت لو ما فهمتش قوي السلايز اللي فاتت السلايز دي هتوضح لك كل حاجة طيب احنا عندنا الشبكة بيبقى فيها ايه فيها سندر اللي هو اللابتوب عايزة اصفح الريسيفر اللي هو الويكيبيديا في ديفايس اللي هو الروتر بيشتغل في layer 3 ووظيفته اين هو يوصل شبكة بشبكة تانية فيقدر يوصل شبكة اللابتوب اللي هي شبكة عشرة بشبكة الويكيبيديا اللي هي شبكة عشرين وعندنا switch وظيفته ايه ان هو يقدر يوصل اجهزة بتشتغل في layer 3 يعني ايه يعني يقدر ان هو يوصل جهاز اللابتوب بالروتر دي صورة مصغرة لأي نتورك فخلينا نقول كده ان مثلا اللابتوب عنده ip10.0.2 الويكيبيديا عندها ip10.0.2 الروتر بيوصل الشبكة عشرين بشبكة عشرة والswitch بيوصل اللابتوب بالروتر خلينا نقول ان الروتر عنده ماك ادرس على البورت دي يدبي واللابتوب عنده ماك ادرس ايه تماما احنا قلنا كل جهاز عنده ماك ادرس طيب اللابتوب علشان يقدر يتصفح الويكيبيديا هيعمل ايه هيفتح جوجل كروم يكتب www.wikipedia.com مضبوط كده ايه اللي هيحصل الابليكيشن لاير هتشتغل الهتش تي بي بروتوكول هيشتغل يبعت يجهز طلب اسمه جت بالهتش تي بي انا عايز اتصفح الويكيبيديا دي كده اسمها ايه اسمها الديتا تمام بتنزل بعد كده لترانسبورت لاير قلنا الهتش تي تي بي بيشتغل مع بروتوكول في الترانسبورت لاير اسمه التي سي بي التي سي بي هيعمل ايه هيبتدي يقسم الديتا دي لي سيجمنت فيقسمها لي سيجمنت ويرقمها تمام يقول مثلا واحد اتنين تلاتة كل سيجمنت هتبقى شكلها كده فيها الجزء من الطلب ده تمام ومتركم وفي حاجة اسمها السورس بورت والديستي نيشن بورت قلنا في حالة الهتش تي بي الدستي نيشن بورت دايما هتبقى بورت 80 السورس بورت دي اي بورت اختياري من 1024 لحد 65 الف اللابتوب هيختار اي بورت راندم لكده تمام بقى دي كده اسمها ايه اسمها يعني الجزء ده كده كله اسمه ايه اسمه السيجمنت السيجمنت بعد كده تنزل للليير اللي بعدها اللي هي لير تلاتة اللي هي ناتورك لاير الناتورك لاير هتعمل ايه هتاخد السيجمنت اللي هي دي كده سيما هي تمام وتحط عليه حاجة اسمها السورس ip والدستي نيشن ai bi زى ما انت شايف كده السورس صفر صفر اثنين الدستي نيشن ai bi عشر صفر صفر اثنين اللي هو الاي بي بتاع ويكي بيدي بقت اسمها ايه اسمها الباكت الباكت دي تروح نازلة لللىير though تمام اللهير 2 سينزل لها الباكت بالمنظر ده ستحط عليه هيدر تاني في حاجة اسمها السورس ماك والدستي نيشن ماك السورس ماك هيبقى اللابتوب الديستينيشن ماك هو عايز يبعث الكلام ده للراوتر ليه عشان عارف ان الراوتر هو الحاجة الوحيدة اللي تقدر تطلعه برا الشبكة دي ازاي يعني هو بيبص بيلاقي ان الديستينيشن IP 20 اه 20 دي حاجة برا الشبكة بتاعتي ان الشبكة بتاعتي عشرة فتراما دي حاجة برا الشبكة بتاعتي يبقى لازم ابعثها على الراوتر تمام فيروح عامل ايه شايف الماك ادرس بتاع الراوتر الماك ادرس بتاع راوتر بي تمام كده يبقى ان الديستينيشن ماك هيبقى بي والسورس ماك هو ايه بتاع اللابتوب ويبعث دي كده اسمها فريم ويبعثها على اللينك دي السويتش ده هيعمل ايه هيبص يلاقي ان الديستينيشن ماك بي اه بي ده في اني بورت بورت اتنين دي بورت اتنين تمام هاروح باعت على في اتجاه الراوتر الراوتر هيجي له الفريم بالمنظر ده هيعمل ايه هيبص يلاقي دستينيشن ماك بي دستينيشن ماك ب ده انا كراوتر مزبوط يفتح يروح شايل ديت ويبصيس على الهيدر اللي بعد وهيلاقي في الديستينيشن اي بي 20.002 اه 20.002 يروحبواس على الراوتنج تيبل يلاقي ان 20.002 من خلال بورت اتنين الي هي ديت فيروحبا باعت الفريم زي ماهмо لويكيبيديا تمام 犯 ها يعمل ايه بس بس هيعمل حاجة معلش بسيطة هنا هيروح باعت الباكت زي ما هي الباكت ما بتتغيرش end to end يعني الباكت دي بتفضل ثابتة end to end الفريم بيتغير hop to hop فإحنا كده hop to hop يعني من من النتورج دي للنتورج دي كده اسمها hop to hop تمام فإلا هيحصل هيروح حطت هيدر تاني هنا الروتر تمام هيحط فيه السورس ماك و الدستيناشن ماك تمام هيحط السورس ماك خلينا نفترض ان السورس ماك هنا c والدستيناشن ماك هنا d الروتر كل انترفيس عنده مش كل يعني هو ككل ما بيبقاش عنده ماك واحد كل انترفيس بيبقى لها ماك ماشي عكس اللابتوب اللي بيبقى عنده ماك واحد على الجهاز كله او برضو لو عنده اكتر من انترفيس كل انترفيس هيبقى عنده الماك بتاعه طيب اللي عايزة اقوله ايه ان الفريم بيتغير الهيدر بتاعه بيتغير ما بين كل هوب والتانية فهنا في الحالة دي السورس ماك هيبقى زي ما انتو شايفين هنا c و الدستيناشن ماك هيبقى d ويبعت الكلام ده لوكيبيديا ويكيبيديا هيروح جاي فاتح الفريم هيلاقي دستيناشن ماك d او ده انا يروح جاي بعد كده فاتح الهيدر اللي بعده الدستيناشن اي بي 20-000-2002 ده انا تمام يروح رايح بعد كده يلاقي الدستيناشن بور 80 او دي حاجة جاي على الهيدر بتاعه تمام بعد كده يجي يفتح يلاقي ان او ده حد عايز يعرف الويكيبيديا ايه بس كده ده باختصار الشكل الشبكة بيبقى عامل ازاي وهوريكو في الاستوائد الجايه ازاي ممكن نشوف الكلام ده عملي طيب تعال هنا جماعة لو قربنا ان احنا نكتب http www.example.com تمام احنا كده بنتصفح example.com هنلاقي هنلاقي في طول اسمها الوائر شارك الطول دي وظيفتها ان هي بتقول لك الباكتز اللي اتبعتت من الكارت النتورك بتاعك تمام فالطول مهمة جدا ولازم تتعلمها تفيدك اوي في الترابل شوتينج لو انت مهندس نتورك او مهندس اي حاجة داتابيز او اي حاجة في الدنيا طيب هنلاقي هنا اول سطر ده بيقول لك اول باكت دي شكلها عامل ازاي بيقول لي فيها ان الباكت السورس اي بي بتاعها كان ده وده السورس اي بي بتاع اللابتوب بتاعي ده ال destination ip بتاع example.com بيقول لي البروتوكول TCP وبيقول لي شوية information هنا بيقول لي ان دي السورس بورت 57357 ال destination بورت 80 عشان البروتوكول كان http وبيقول لي المسج دي سين لو تفتكر ال TCP كان بيشتغل ازاي اول ما بينزله داتا من ال HTTP ال application level ال HTTP بيوقفها وبيبعت حاجة ثري وي هانشيكين سين اك اك تمام كده التاني مسج هتبقى سين اك المفروض من example.com وده اللي حصل بالزبط ده ال ip بتاع example sender ip ده هو ال receiver ip اللي هو اللابتوب بتاعي السورس بورت 80 او sender port 80 ال receiver port 57357 اللي هو البروت بتاعتي اللي انا فتحت بيه اصلا session وفيها سين اك وبعد كده انا هبعت هنا اك تمام بعد كده ابتدي ابعت ال http message يبقى اللابتوب بتاعي ال ip بتاع اللابتوب بتاعي باعت لل ip بتاع example.com http بيقول له فيه انا عايز الصفحة بتاعت http ولو فتحنا المسجي بالتحديد هتلاقي ان في ال application layer هتلاقي فيه hypertext transfer protocol اللي هو ال http باعت عايز يشوف example.com ده كده ده ال data ده ال application level المفروض ان ال data دي تتباعت للاير اللي بعديها اللي هي tcp layer layer 4 هتلاقي فيها ان السورس بورت 5 7 3 5 7 وال destination port 80 تمام يبعت بقى layer 4 الكلام ده layer 3 على network layer هتلاقي ان البروتوكول شغال internet protocol version 4 اللي هو ip version 4 السورس ip اللي هو ال ip بتاع اللابتوب بتاعي destination ip اللي هو ip بتاع example.com بعد كده هيرمي الكلام ده على layer 2 هتلاقي فيها ان السورس ماك هو دوت ده شكل للفورمات بتاع المكادرس الراوطر عندي في البيت والdestination make هو دوت ده المكادرس بتاع الراوطر عندي في البيت